والآن ينضم معنا مباشرة من إديال الزميل علي إبراهيم أهلا بك إبراهيم إذن البداية من الجريمة التي طالت الدكتور أحمد طلال ما صحى ذلك؟ وهل القوات تعرفت الجهة المنفذة للاختيال؟ نعم تحية لك ولجميع مشاهدي قناة دجل الفضائية طبعا قبل ساعات من الآن وعند الساعة الثامنة مساء والثامنة والنصف مساء تم استهداف وعملية اغتيال الدكتور أحمد طلال أمام منزله بعد خروجه من عيادته الطبية التي لا تبعد عن منزله سوى بضعة أمتار طبعا الهجوم المسلح نفذه مجموعة مسلحة استقل عجل دفع رباعي استهدفت الدكتور بأسلحة كاتمة للصوت وأردته قتيلا أمام منزله طبعا القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث ولا زالت تبحث عن منفذية الجريمة وفق معلومات استخباراتية يعني ربما القوات الأمنية بعد ساعات من الآن وفق ما يصلنا من معلومات أنها توصلت إلى خيوط منفذية هذه الجريمة طبعا ليس بالغريب أن محاولات التهديد تطال الأطباء منذ فترة ليست بالقليلة من قبل جهات مسلحة هذه الحادثة تنظر بتدق ناقص الخطر في محافظة ديالة على اعتبار أن هذه الحادثة حدثت في قلب بعقوبة مركز محافظة ديالة وفي مربع أمني يشهد تشديد أمني من قبل القوات الأمنية هذه الحادثة استنكرها أهالي محافظة ديالة وربما أن بعض من هذه المنطقة يعني ينتابهم الخوف نتيجة هذا الحدث لأن هذه المنطقة لم تشهد أي خرق منذ فترة زمنية طويلة يعني اليوم الأطباء في محافظة ديالة واليوم صباحا كانت هناك وقفة استنكار وتنديل لما تعرض له نقيب الأطباء قبل ثلاثة أيام من استهداف عفوا من تهديد بالاختيال من قبل أشخاص بسبب ممارسة وتطبيق القانون من قبل نقابة الأطباء على أصحاب المهن والذين الطارئين على مهنة الأطباء في محافظة ديالة يعني اليوم نقيب الأطباء قبل ثلاثة أيام تعرض لمثل هذه الحادثة وتعرض للتهديد وقدم عدة شكاوى للقضاء العراقي اليوم صباحا كانت هناك وقفة استنكارية للأطباء في مستشفى عام بعقوبة تندد بها الأطباء للمحاولات والمضايقات التي يتعرضون لها منذ فترة ليست بالقليل اليوم مساء حدث هذا الحادث الإرهابي الذي طال الدكتور أحمد طلال واليوم الأطباء ونقابة الأطباء تشدد وتدعو القيادات الأمنية بالكشف عن العصابة التي نفذت هذا الهجوم حتى هذه اللحظة نقف الآن أمام مستشفى عام بعقوبة وحيث وجود جثمان الدكتور أحمد طلال لكن على بعد مسافة قريبة عن منزل الدكتور أحمد طلال تتواجد الآن القوات الأمنية وتبحث عن خيوط الجريمة وتتابع الكاميرات لمعرفة أين أتت هذه العجلة ومتى نفذت هذه الحادثة الإرهابية مراسلنا من إديالة علي إبراهيم نشكرك جزيل الشكر